تعالوا بنا روح لي ملف منفصل حبتين يوم الخميس الجاي إن شاء الله سيعلن الفرتغالي روي بيتوريا المدير الفني لمتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوبمبر في الفترة من 13 إلى 21 حيتخلى المعسكر ده مبارتي جيبوتي وسيريليون في الجولة الأولى والتانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ده حيحصل من خلال مؤتمر صحفي إن شاء الله حيكشف من خلاله كمان خطة الاستعداد ده مبارتي جيبوتي بالمناسبة الماتش ده حيتعب يوم 16 نوبمبر إن شاء الله في استاد القاهرة وبعدها مباراة سيريليون يوم 19 نوبمبر ولكن هتكون المباراة دي في لايبيريا أكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا وزي ما قلنا قبل كده مع كل حضراتكم إحنا لازم جدا ومهم جدا إن إحنا نحسم التصفيات والتأهل للمونديال بدري بدري عشان ما ندخلش في حسابات معقدة ومالهاش عايزة زي ما بيحصل أحيانا فده مهم إن فيه أمور معينة من بدري تتحسم حتى كتسجيل موقف حتى عشان تبقى بتبصي على اللي جاي وانت متطمنة إلى حد كبير